بنت يحضر القوى العالمية من احتمال رفع العقوبات عن إيران مقابل قيود غير كافية على برنامجها النووي إحالة العاشرات من قيادات الأمن والمخابرات في السودان للتقاعد ومجلس نظرات البيجا يهدد بإغلاق جديد لموانئ الشرق ترقب لإعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي وأحداث المنطقة الخضراء والتوقعات بأن تحمل مفاجآت أكثر من خمسين طفرة تأهب واستنفار عالمي للتعامل مع متحور تحية طيبة مشاهدين أينما كنتم وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من الحدث قبل يوم من استئناف محادثات فيينا حول ملف إيران النووي مع القوى الكبرى بشكل رسمي بعد توقف لخمسة أشهر بدأ وفد إيران برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني محادثات جانبية قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة يوم غد الاثنين وستعقد جولة الأولى من المباحثات على مستوى نواب وزراء الخارجية فيما أفادت وسائل علام إيرانية بأن فريق المفاوضين الإيرانيين يتألف من أربعين عضوا بينهم نائب محافظ البنك المركزي وممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة ويترأس الاتحاد الأوروبي المفاوضات بصفته مسؤول اللجنة التنسيقية بين أطراف الاتفاق النووي أما الوفود بل الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بإيران روبرت مالي فلا يشارك في المحادثات وسيبقى خارج صالة المفاوضات على غرار الجولات السابقة وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي على أنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استخلت المحادثات التي تستأنى في فيينا يوم الاثنين كذريعة لتسريع برنامجها النووي وكدامالي أنه إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل فلا ينجح ذلك وستبدل واشنطن وشركاؤها كل ما هو ممكن لعدم حدوث ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عبر عن قلقه من احتمال رفع العقوبات عن إيران مشيرا إلى أن وزير خارجيته سينقل رسالة إسرائيل إلى كل من الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفاوض إيران المحادثات النووية التي تجري بين إيران والدول العظمى ستستأنف خلال الأيام المقبلة في فيينا إسرائيل قلقة جدا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران وللسماح بدخ المليارات من الدولارات إليها مقابل فرض قيود غير كافية على الملف النووي إنها رسالة ننقلها بكل الطرق إلى الطرف الأمريكي وأيضا إلى الدول الأخرى التي تفاوض إيران وزير الخارجية سيمر هذه الرسالة في اللقاءات التي سيعقدها في لندن وباريس هذا الأسبوع وزير خارجية إسرائيل يائر لابيد ينطلق إلى لندن وباريس اليوم حيث يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لمناقشة التهديد النووي الإيراني قبيل المفاوضات وكشفت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإسرائيلي بني كانس إلى واشنطن في أعقاب التقارير الجديدة التي تحدثت عن اقتراب طهران من صنع القنبلة النووية أما صحيفة يدعوت أحرانوت فنقلت استياء مسؤولين إيرانيين من إيداع المفاوضات مع إيران بأيدي روبرت مالي الذي يعتقدون أنه سيسعى للعودة للاتفاق النووي بأي ثمن وأن الإيرانيين سيستغلون ضعفه وعشية استئناف المحادثات أقر النائب في البرلمان والرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباس دواني في حديث نشرته صحيفة إيران التابعة للسلطة التنفيذية أن مساعد وزير الدفاع السابق والشخص الذي كان يعمل خلف الكواليس في برنامج إيران نووي محسن فخري زادة والذي أختيل السنة الماضية أنشأ نظام لإنتاج السلاح النووي رغم فتوى المرشد علي خمنئي بتحريم إنتاجه وتخزينه واستخدامه وأضاف عباسي أن فخري زادة أسهم في إعداد خريطة طريق أولية لتطوير الصناعة الأولية النووية طبعا وإنتاج الوقود النووي بنسبة 20% ووصف عباسي فخري زادة بالصندوق الأسود موضحا أن أنشطته أصبحت محدودة في السنوات الأخيرة من عمر حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مشاهدين مع بدء وصول الوفود المشاركة في المحادثات النووية مع إيران ألمحت صحيفة البوليتيكو إلى أن الأجواء السائدة قبيل المحادثات النووية بين أجانبين الإيراني والأمريكي سلبية وتهدد بفشل المحادثات الصحيفة قالت أن إيران زادت من تشدد موقفها التفاوضي مطالبة الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات في المقابل أصر مسؤول رفيع المستوى في إدارة بايدن على أن الهدف الأمريكي لا يكمن في اتباع سياسة حفة الهاوية ولا ممارسة الألاعب مع إيران بل لتنبيه مفاوضي إيران الجدد من آمالهم الزائفة حول استجابة الولايات المتحدة لمطالبهم تصريح المسؤول الأمريكي هذا يأتي رغم تشاؤم مسؤولين حاليين وسابقين حيال تحقيق أي نجاح أو اختراق في المحادثات النووية في فيينا وهو ما سيدفع واشنطن إلى تنفيذ الخطة باء والتي ألمح إليها مؤخرا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين ومسؤولين آخرين بأن صبر واشنطن محدود وأنهم لا يستبعدون العمل العسكري لعرقرة البرنامج النووي الإيراني لكن هذه التحذيرات لا تعني بالنسبة لواشنطن إيقاف الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد الحلول وفق الصحيفة حيث يدور حديث عن اقتراح اتفاق مؤقت بهدف عودة طهران إلى الاتفاق النووي ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يتخذ أشكالا عدة كتخفيف العقوبات مقابل تجميد إيران أو تراجعها بشكل جزئي عن بعض تحركاتها النووية لكن في حال فشلت هذه الخطوة يعتقد محللون أن واشنطن قد تلجأ لتنفيذ هجمات إلكترونية أو عمليات عسكرية محدودة بهدف إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني كما كشف التقرير عن مسؤولين غربيين أن إيران طلبت من النمسا ضمان عدم تعطيل المفاوضات بسبب احتجاجات المعارضين الإيرانيين ومنتقدي الاتفاق النووي وهو ما دفع السلطات النمساوية لنقل المحادثات إلى فندق بالي كوبورغ حيث تم إبرام الاتفاق النووي السابق في عام 2015 اشتركوا في القناة من باريس ينضم إلينا الباحث السياسي رامي الخليفة العلي سيد رامي مساء الخير أهلا وسهلا بكم معنا من خلال متابعتكم للمواقف الأمريكية والإيرانية حتى اللحظة ما المرتقب الذي سيطرح يوم غد على طاولة المباحثات مع التوتر السائد واختلاف وجهات النظر حتى الساعة بين الطرفين الأمريكي وشركاءه طبعا والإيراني أهلا بك روناء تحية لك ولمشاهديك الكرام وسعيد أن أكون معك على شاشة الحدث باعتقادي بأن هناك الكثير من الغيوم الملبدة في سماء بينا مع انطلاق هذه المفاوضات باعتبار أن الهوة ما تزال متسعة ما بين الطرفين الأمريكي من جهة والإيراني من جهة ولا يبدو أي طرف قادر ومستعد لتقديم التنازلات المطلوبة المطلوب إيرانيا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك ضمانة بأن لا يتم التخلي عن هذا الاتفاق وأن يحدد هذا الاتفاق حتى الإدارات القادمة من إيران ومن مواقفها ومن برنامجها النووي وهذا لا تستطيع إدارة بايدن أن تقدمه باعتبار أن حتى الحقيقة بعض الديمقراطيين في الكونغرس يعارضون الاتفاق النووي ويعارضون إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاتفاق وبالتالي إذا ما جاءت إدارة جمهورية هذا الأمر يكاد يكون مفروغ منه بأنه سوف يتم تغيير اتجاه إيران المسألة الثانية التي تريدها إيران وهي مسألة أن تكون المفاوضات تقنية بالدرجة الأولى بمعنى أنها تتحدث عن اتفاق 2015 وكيفية الالتزام به مع عدم التطرق لأي قضايا أخرى وهي قضايا ملحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الموافقة عليه وباعتقادي أن هذه مسألة أيضا في غاية التعقيد المسألة الثالثة التي تريدها إيران وهي مسألة العقوبات وهي مسألة شائكة للغاية لأنه كما تعلمي روناك فإن هذه العقوبات بعضها متعلق بالمنامج النووي وبعضها متعلق بسياسات إيران في الأخرى في المنطقة وبالتالي الإدارة الأمريكية عبرت كما عبر روبيرت مالي في تصريحاته الأخيرة في المنامة بأنه لا يمكن أن تحصل إيران على رفع كافة العقوبات فقط بالالتزام بالاتفاق النووي على إيران أن تغير سياساتها بالمنطقة وبالتالي باعتقادي بأن الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يلبي المطالب الإيرانية بالمقابل فإن إيران الحقيقة باعتقادي أنها لن تلتزم بالرؤية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تريد أولا ضمانات بهذا الاتفاق ضمانات أكثر وإعادة التفاوض على اتفاق جديد في الاتفاق أنه يتضمن قضايا أخرى ضم قضايا سياسية أخرى ومنها البرنامج الصاروخي الإيراني الدعم ميليشيات إرهابية وغيرها من القضايا إلى هذا الاتفاق بحيث يكون سلة متكاملة وهذا ما تعتبره إيران خطا أحمر لا يمكن القفز فوقه ولا يمكن تقبله لأن ذلك يمثل الأمن القومي بحسب معبر ساسا إيرانيين سيد رامي إذا كان الوضع شاء اكتجاه العقوبات كما فهمت من كلامك وأيضا الطرفين يطالبون بالتزامات من الصعب على الطرفين وضمانات من الصعب على الطرفين أن يقدموها إذن لماذا الاجتماع يوم غد؟ لسببين أساسيين السبب الأول بأن عدم وجود مفاوضات يرفع حالة التوتر في المنطقة وقد شاهدنا خلال الأسابيع الماضية منذ وصول رئيسي إلى سدة الحكومة حتى الآن أن الصراع يزداد ووتيرته ووتيرة التوتر في المنطقة تزداد سواء من خلال العمليات العسكرية التي تجري من خلال أيضا استهداف لناقلات البحرية خصوصا ما بين إسرائيل وإيران وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد في نهاية المطاف أن يكون هناك حل ملف النووي وأيضا حل القضايا الأخرى وبالتالي عدم التفاوض بحد ذاته ربما يدفع إلى مزيد من التوتر هذه نقطة النقطة الثانية أن الغرب سواء ومنه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يرى أنه حتى الآن المفاوضات ربما هي الوسيلة الأمثل حتى وإن كانت الصعوبات كبيرة وإن كانت الهوة متسعة للوقوف بوجه وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية لأننا لسنا بعيدين وهذه وجهة النظر الغربية عن نقطة اللاعودة التي من خلالها يمكن لإيران أن تمتلك أدوات صناعة القنبلة النووية وهذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للجانب الإسرائيلي أضف إلى ذلك وهناك نقطة على غاية من الأهمية أن المفاوضات لا تعمي عدم القيام الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بإجراءات أخرى بمعنى أكثر وضوحاً ما هي هذه الإجراءات الأخرى سيدران؟ ماذا تقصد؟ التي أشار إليها تلمح إلى تدخل عشرة هذا ما كنت أريد شرحه بمعنى أن نعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين هددوا بأوراق أخرى موجودة على الطاولة يتم استخدامها بالفعل بمعنى هناك نشاط استخبارات وحرب خفية تجري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى وأدى ذلك إلى اغتيال عدد من الفاعلين في الملف النووي الإيراني نقطة ثانية أيضاً وهي استهداف الوجود الإيراني في المنطقة لم تتوقف إيران عن استهداف ميليشيات إيرانية موجودة في سوريا وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية قامت باستهداف ميليشيات إيرانية موجودة في العلاق أو تابعة للنظام الإيراني وبالتالي الخيارات الأخرى بالفعل يتم استخدامها لكن إذا قصد بأن الخيار العسكري هو المواجهة الشاملة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى فإن هذا احتمال بعيد حتى الآن لأن تكلفته سوف تكون باهظة للغاية لذلك باعتقادي أن خيار استهداف مركز لقضايا أو لعوامل تؤثر بشكل مباشر في المشروع النووي وفي الملف النووي الإيراني فهذا الأمر يتم حالياً وسوف يتم في المستقبل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه المفاوضات شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة من باريس حدثنا الباحث السياسي رامي الخليفة العلي إلى السودان حيث كشف مصدر أمني للحدث أن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة يعتزم تسمية اللواء هشام حسين نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد مفضل بحسب المصدر فإن التغيير في جهاز المخابرات طال عدد من الضباط حيث تمت إحالة عدد من ذوي الرتب العسكرية العالية كالألوية والعمداء للتقاعد وكان البرهان قد أصدر قرارات إعفاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات وآخرين من قيادات الأجهزة الأمنية كما اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه وتعيين بديلين لهما وفي مقابلة مع الحدث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أن التغييرات الأخيرة في الجيش والشرطة والأمن فرضتها عملية التصحيح التي جرت منذ الخامس والعشرين مشيرا إلى وجود مخطط يسعى لشيطنة المكون العسكرية دي من ضمن المخطط أن العسكرين وشيطنة العسكرين طبعا دي ما جديدة شيطنة العسكرين وكراهية العسكرين أنا ما عرف السبب فيها شنو طبعا ضي ما يقولت هي السلطة لكن العسكرين ما داري سلطة نحن في النهاية دارينا وصل الناس لانتخابات حرة ونزية دارينا عود الناس للتحول الديمقراضي هم الكلام دائرين نحن مفروض تكلم بصراحة بسيطنة نحن عملنا جين بالتغيير عملنا تغيير صح الشعب تطلع كله وعمل تغيير التغيير ده ما عملوه الأربع أحزاب ومو الخمسة أحزاب التغيير ده عمل الشعب السوداني وشاهدنا كلنا ملايين الشباب من كل الأجناس طيب عملنا شنوه في الجديد شنوه صحيح تحققت بعض المكاسب رجعنا للسودان للمجتمع الدولي في حاجة تحققت بعض الديون لكن ما عملنا شي وفي السودان أيضا أعلن المجلس الأعلى لنظرات البيجا والعموديات المستقلة بشرق السودان عن بداية العد التنازلي لإغلاق الموانئ البحرية والطريق القومي وحذر المجلس شركات الملاحة والنقل واتحاد أصحاب العمل من أن الإغلاق سيكون في الرابع من ديسمبر المقبل وأوضح أمين العام المجلس عثمان كلوج في بيانة رسمي أن الاتفاق مع الحكومة السودانية لإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام ينتهي في الرابع من ديسمبر مؤكدا تمسك المجلس بإلغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي منفصل تكون مرتكزاته الأساسية الحكم الذاتي لإقليم شرق السودان أعلن الجيش السوداني قتل ستة من عناصره في المواجهات المسلحة على الحدود مع أثيوبيا بعد تعرض قواته التي تعمل في تأمين الحصاد بمنطقة الفشقة الصهرة لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الأثيوبية وقال الجيش في بيان الله أن المجموعات استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية مضيفا أن الجيش تصدى للهجوم بكل بسالة وكبد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات من الخرطوم ينضم إلينا الرشيد المعتصم محمد الباحث في مركز الخرطوم للحوار سيد الرشيد أهلا وسهلا بكم معنا ومساء الخير لنبدأ من الخطوات الأخيرة وهي خطوات الإقالة لأفراد في الاستخبارات والجيش والعسكر هل هذه الحملة من خلال متابعتكم تعتقدون أنها جاءت ضمن الاتفاق الذي جرى قبل أيام بين المكون العسكري والمدني أم جاءت هذه الخطوة بعد الاتفاق؟ شكرا جزيلا ونحاركم سعيد سهلا وسهلا عادة المراحل المختلفة لها متطلبات مختلفة والعناصر العاملة في هذه الأجهزة والمؤسسات هي عادة يكون لها خبرات متراكمة حسب الدوائر والإدارات والمجالات النشاطات السابقة فمثلا هذه العناصر عادة تعمل في الخصوصات واسعة جدا منها مكافحة الإرهاب إدارة الأزمات قضايا الإقتصاد قضايا السياسية الداخلية والخارجية قضايا العمل والاستخبار المضاد فشروط المراحل المختلفة قد تتطلب تقديم بعض الغيادات التي لها خبرات نوعية تناسب شروط المرحلة فأنا أفتكر المرحلة الجديدة قد تكون هي التي فرضت بدفع بعض القيادات التي لها خبرات باعتبار أن السودان أنا في ظني الآن يشهد بعد خروج الأحزاب من المشهد وتبني الدعوة لحكومة التقنورات حكومة المحايدة فأفتكر المرحلة قد تكون تشهد هدوء نسبي متدرج مما يتطلب تقديم عناصر تقود المؤسسة بشكل متوازن لأن هذه المؤسسات في الفترة السابقة دخلت في دائرة التجازبات السياسية أنا أفتكر الآن هدوء المشهد قد يفرض على هذه المؤسسات أو قد يدفعها في الدخول في عملها الطبيعي باعتبار أنه كلما أزمات البلد الداخلية زادت حدتها حجم الانكشاف الخارجي يتسع والتدخلات الخارجية تتسع دائرتها الآن البلد أكثر هدوءاً فيما أظن فربما أحتاجت هذه المؤسسات والأجهزة لترتيب نفسها للاستجابة لنشاطاتها الطبيعية التي ستكون أسرت عليها المرحلة السابقة سيد الرشيد هذه الخطوات هل يمكن أن تطمئن الشارع السوداني خاصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين يوم الأربعاء الدامي؟ هناك اتفاق لا يوجد حد يعترض عليه وأن المحاسبة هي ضرورة وهي واحدة من شروط الاستقرار السياسي بشكل عام لكن المزايدة بهذه القضايا قد تضور بالأمن القومي السودان كله في تكويناته الاجتماعية وعلى المستوى السياسي نحن نحتاج إلى المصالحات قضية دارفور مثلا هي قضية في المقام الأول هي قضية أزمة داخلية أنا أضرب مسألة الآن لا أعاوز أطلع من الموضوع لكن أضرب مسألة هي قضية احتراب وتناقضات في مكونات أهلية ونزاع على الأراضي ونزاع على الموارد الطبيعي وموجود في كل العالم المتقدم والنامي ولكن التدخلات الخارجية ودخول السياسي من غير وعي قد أحيانا يزيد من هذه الأزمة هذا هو أنطبق على السودان السياسي والاجتماعي نعود إلى تصريحاتنا برئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الذي صرح العسكر ليس لديهم غرض في السلطة السياسية هل فعلا تعتقدون ذلك بعد كل ما جرى الانقلاب العسكري وعزل حمدوك وغيرها من الأمور التي تلت؟ أنا سمعت طرف من الحوار لكن أهم ما ورد في حديثي النقطة التي استمعت إليها وكانت جيدة هي أن السودان يحتاج إلى مكون وطني سوداني ليس إلى مكون مدني ومكون عسكري نحن نعتاج إلى دولة سودانية هذه نقطة جوهرية وجيدة في حديث هذا الرجل لكن القضية بتحت الوحدة الوطنية وهي القضية الأساسية سؤالك معلش لو تكرمت السؤال مرة تانية كنت قد سألتك أستاذ الرشيد هل فعلا أن الجانب العسكري لا يطمح لأي سلطة خلال المرحلة المقبلة؟ الواقع السياسي نفسه يفرض الاتسار لو سمحت يفرض اتجاه نعم الواقع السياسي يفرض على العسكريين القبول بهذا قبول دورة الدولة المدنية ضرورة الآن وفي تاريخ السودان عندنا شاهد كبير الفريق سوار الدهب سلم السلطة للأحزاب ولكن الأحزاب فرطت في سلطتها وأدارت المشهد بشكل سيء وسلمتها للعساكر مرة أخرى شكرا جزيلا الخروجات التي تقوم بها الأحزاب هي التي تغضع الدموغراطية عادة نعم شكرا جزيلا على هذه المشاركة من الخرطوم حدثنا الرشيد المعتصم محمد الباحث في مركز الخرطوم للحوار نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعض الفاصل هجوم مباغت لداعش شمالي العراق يسفر عن خمسة قتلى في صفوف البيشمرقة وأربيل تطالب برفع مستوى التنسيق هذه الحكومة المتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب وأما أن يدعمها أو يسقطها هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح الحديث اليوم عن التوافق متأخر جدا هل يمكن أن نكون لكل أقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في لي كل الحلول السابقة ساهمت في مزين من التشضي والانقسام هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآات هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهل أنه كان يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعم من السماد طفولة يسرقها الجوى أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول أهلا بكم من جديد مشاهدينا أكد مصدر حكومي عراقي لصحيفة الشرق الأوسط أن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذمي توصلت إلى نتائج جدية وملموسة بشأن حادثة اختياله في السابع من نوفمبر الجاري والأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد أثناء الاحتجاجات التي تلت الحادثة وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت بإعلان اللجان عن النتائج التي وصلت إليها بما في ذلك الكشف عما حصل في أحداث المنطقة الخضراء وإطلاق النار للمزيد ننتقل إلى الزميلة هدير الربعي هدير أهلا بك معنا إذن ماذا رصدت لنا من تفاصيل حول محاولة الاغتيال الفاشلة حتى اللحظة أهلا روناك إذن نتابع من بداية تصريحات الكاظمي بعد محاولة اغتياله في السابع من نوفمبر الحالي نجد أنه من الساعة الأولى ألمح بأنه يعلم من هي الجهة التي نفذت الهجوم على منزله فقبل محاولة الاغتيال الفاشلة بساعات قليلة نرصد الميدان ظهر زعيم ميليشيات العصاء قيس الخزعلي مهددا الكاظمي بعد اتهامه أيضا الكاظمي والقوات الأمنية بأنهم أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المتظاهرين هم أتباع الإطار التنسيقي الشيعي المعترض على نتائج الانتخابات بعد ساعة تمت محاولة الاغتيال الفاشلة وتوالت تصريحات زعماء الميليشيات من جانب آخر الميليشيات المسلحة التي اتهمت الكاظمي بفبركة قصة اغتياله واستمرت هذه الحملة حتى الآن وهم من هددوه قبل ساعات من الاغتيال لكن يشار إلى النقطة الأكثر أهمية في محاولة الاغتيال وهي حضور قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد على وجه السرعة بعد ساعات قليلة على محاولة الاغتيال الفاشلة نذهب إلى الأدلة التي توفرت للجنة التحقيق فهناك تسريبات تقول بعد هذا الاستهداف برزت عدة سيناريوهات مختلفة من قبل قيادات عسكرية وأمنية كبيرة أول هذه السيناريوهات هي أصابع الاتهام التي اتجهت إلى الميليشيات الموالية لإيران وبالتحديد حزب الله والعصائب وسيد الشهداء مصادر عسكرية في نفس السياق قالت أنه جرى نقل ثلاث طائرات مسيرة من ناحية جرف الصخر وهي جنوب بغداد وأيضا تسيطر عليها كتائب حزب الله منذ عام 2014 ثم بعد نقل هذه الطائرات من جرف الصخر إلى بغداد تم إطلاق المسيرات من مقتربات نهر دجلة وسط بغداد وهي الجهة الشمالية الشرقية وحلقت هذه الطائرات بشكل منخفض جدا فوق سطح النهر وصولا إلى منزل الكاظمي المطل على نهر دجلة في المنطقة الخضراء حلقت على مستوى منخفض جدا من سطح النهر وذلك لتتفادى منظومة السيرم المضادة للصواريخ الموجودة في السفارة الأمريكية الطائرات قصفت منزل الكاظمي وكانت تحمل مقذوفات وصواريخ بعض الصواريخ التي عثرت عليها القوات الأمنية وموجودة على سطح المنزل وفي المدخل وبالتحديد على سطح المنزل فوق الغرفة الخاصة الكاظمي لم تنفلق هي من نفس نوع الصواريخ وفق تقارير أمنية التي استهدفت السفارة الأمريكية العام الماضي وهي صواريخ إيرانية تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران في العراق لطالما استهدفت فيها السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي زعماء الميليشيات تنصلوا تباعا من محاولة الإغتيال بعد ساعات ولكن وفق التسريبات فإن مقاطع فيديو ورصد جوية رصدت عملية إطلاق المسيرات وفي المنطقة التي أطلقتها أيضا معينة ولكن هل فعلا يعني هنا نحن أمام سؤال هل فعلا سيتم تشف الجهة المستهدفة وإن كان الصدر طالب بالكشف وقال نكشف المكشوف الآن الكل بانتظار أما المؤتمر الصحفي أو البيان أو حتى ربما كلمة للكاظمي في الساعات القادمة في الأيام القادمة لتكشف جزء من الأدلة والأستحال التي استخدمت وربما من دون الإشارة إلى الجهة الفاعلة بشكل صريح مدير الرباعي شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا من أربيل ينضم إلينا الدكتور مهند الجنابي النشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند مساء الخير أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث إذن إلى أين تتجه الأمور مع كل هذه المعطيات فيما يخص محاولة الإغتيال الفاشلة للكاظمي عفوا لمس مع السؤال ستروناك نعم دكتور أولا من جديد أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث كنت قد سألتك مع كل المعطيات الحالية على الأرض التي بدأت تتكشف ساعة بعد أخرى إلى أين تتجه الأمور فيما يخص الجهات التي تقف وراء المحاولة الفاشلة لاختيال مصطفى الكاظمي السلام عليكم أستاذ عليكم السلام أهلا دكتور أهلا دكتور أبدأ من السؤال المهم الذي طرحته الأخت هدير أنه هل سيتم الكشف عن جهات أم عن أفراد كما حصل في كثير من الحوادث الأمنية السابقة التي اتهمت بها أطراف مسلحة وفصائل مسلحة من هنا أعتقد أنه الفرضية الأهم لمتابعة هذه الأمور وقراءة مستجداتها وحتى ما يرتبط بها من أحداث مستقبلية أعتقد أنه الفصائل المسلحة وفقا لتسريبات سابقة مؤكدة من المصادر المقربة من الحكومة النية كانت هي اختيار رئيس الوزراء وليس فقط إرسال تهديدات أو رسائل له أو الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات وعندما لم تنجح هذه العملية ومحاولتهم خلق فوضى يستفيدون منها في الأزمة السياسية الخانقة التي يعانون منها أعتقد أنه الأمور قد انقلبت عليهم هم اندفعوا بشكل كبير باتجاه التصعيد الذي بكل تأكيد سيكون له تبعات خطيرة جدا عليهم وعلى مستقبلهم وعلى وجودهم ليس فقط السياسي بل حتى القانوني والقضاءي استنادا إلى القانون العراقي والقضاء العراقي في معاقبة هكذا نوع من الجرائم أعتقد أنه اليوم الموقف بشكل عام يميل إلى أنه الكشف ربما سيكون عن جهات وليس عن أفراد أو عن أطراف بحكم أنه جريمة كبيرة جدا نعم لكن هذا الكشف هل من مصلحة الكاظمي أن يتم بشكل صريح وعلني أو حتى إن كان بشكل ضمني طبعا وفقا أيضا للمعلومات سيتم الكشف عن بعض التفاصيل وليس جميع التفاصيل إذا سألنا هذا السؤال أنه هل سينفع الكاظمي أو ينفع الحكومة أعتقد أنه اليوم المعركة فيما يتعلق بمواجهة هذه الجماعات المسلحة والفصائل هي معركة استخبارية أيضا بكل تأكيد أن الحكومة اليوم تمسك بزمام المبادرة وهي تدير هذه الأزمة بما يصب المصلحة الوطنية ونلاحظ بأنه الأداء الحكومي في تعقب الفصائل المسلحة ومعاقبتها منذ تولي السيد الكاظمي حتى هذه اللحظة كان إيجابي بما يعزز الأمن وبنسبة أقل الخسائر فيما يتعلق بمصلحة الوطنية فإن كنا أمام كشف عن جهات أعتقد أنه هناك قرار حكومي وقرار سياسي صدر من القيادات السياسية في العراق بأن هذا الدور يجب أن ينتهي لهذه الجماعات قبل مرحلة تشكيل الحكومة بكل تأكيد الكشف عن جهات متورطة وربما الجميع يعرف من هم المتهمون هو يعني أنه سينعكس ذلك على تشكيل الحكومة في مزيدا من الإقصاء ليس فقط الإقصاء في الانتخابات ونتاج الانتخابات بل حتى القضاء بتعقب هذه الجماعات الإرهابية والتي هي تنشط كنشاط إرهابي أما إذا كان الكشف عن أفراد كما كان يحصل فهو بكل تأكيد يعطي مؤشرات إما أنه الأجهزة الأمنية والاستخبارية لم تصل حتى الآن إلى معلومات إدانة قصوى لهذه الجماعات أو أن ضرورات المصلحة الوطنية تتطلب التعامل أو استكمال الحرب الاستخبارية لإدانة هذه الأطراف بأكبر نسبة من الجرائم التي اقترفتها تجاه الدولة العراقية وتجاه ابناء الشعب العراقي ما الذي ينتظر من الجهات؟ لنقول إنها جهات لنستبق الأمور وليست أفراد بحسب ما يتداول الآن ما المنتظر من هذه أجهات دكتور مهند بعد الكشف طبعا طبعا سيشككون وسوف يقولون بأن هناك مؤامرة لهذا الموضوع وبالتالي أعتقد بأن ما تبع الحادث من زيارة الإسماعيل قاني هي الأطول للعراق أعتقد بأنهم يدركون جيدا أن الحكومة تمتلك الأدلة وهي تدين الطرف الفاعل والسيد الكاظومي ذكر بأنه يعرف الجهة والسيد الصدر أيضا طالب بأن هذه قضية هي قضية رأي عام والرأي العام يجب أن يطلع بالتالي أعتقد أن هذه الخطوة ستكون من تقديرات القرار السياسي الوطني العراقي فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الجماعات إما بتقديم تنازلات كبرى تجعل من هذه الأطراف خاضعة لسلطة الدولة العراقية أو أنه خيار المواجهة سيكون خيارا مباشرا مع هذه الجماعات لا نتصور أنه جماعة مثل عصابة الحق أو أي جهة أخرى قد تكون متورطة أو متهمة أن تتعامل مع الوضع باستقبال واستجابة ودون تشكيك ودون ذهاب للتصعيد الأكبر وهم أيضا أمام مشكلة المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية دكتور مهند لنقف عند دور إيران كونك أشرت بالحديث إليها ما السيناريوهات المتوقعة الآن من إيران التي طبعا سبق وكما أيضا نوهت حضرتك أنها أرسلت قائد فيلق القدس إلى بغداد بشكل سريع بعد محاولة الاغتيال الفاشلة إسماعيل قاءني ما السيناريوهات المتوقعة من إيران الآن أو بعد الكشف ربما وفق التصريحات الإيرانية التي رافقت عملية الاغتيال وما بعدها ذهبوا بالاتجاه الأول للتشكيك بهذه العملية كما ذهبت الفصائل ثم جاءوا بالإدانة ببيان جديد وبعد ذلك تدخلوا بشكل مباشر وتابعوا هذه القضية أعتقد أن الخيارات الإيرانية أمام تلاك القضاء العراقي والسلطات العراقية أدلة دامغة على تورط إيران أو فصيل مقرب من إيران سيدفع الأخيرة إلى التضحية بأحد الفصائل المزعجة والمتمردة على القرار السياسي الإيراني سواء كانوا أفرادا مهمون داخل هذا الفصيل أو الفصيل بالكامل وعلى الأرجح أن تعلن إيران وفقا لما كان يذكر سابقا عن تعاون قضائي أنها تمتلك معلومات على فصائل صغيرة ليست ذات أثر كبير فبالتالي أعتقد أن إيران ستستجيب لأي إعلان وستؤيد ولو ظاهريا أي إعلان حكومي لكن بكل تأكيد هذا لا يعفي إيران عن التورط بهذه القضية وهذه الجريمة الخطيرة شكرا جزيلا لهذه المشاركة من أربيل حدثنا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا إلى كردستان العراق حيث أفاد مصدر عسكري بقتل خمسة عناصر من قوات البيشمرقة في إقليم كردستان وإصابة أربع آخرين في هجوم شنه مسلح تنظيم داعش شمالي البلاد وأوضح المصدر أن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت موقعا لقوات البيشمرقة ليلة الأحد في منطقة كولاجو التابعة لإدارة كرميان بإقليم كردستان مضيفا أن القوات الأمنية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة لملاحقة المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة وفي عقاب الهجوم دعا رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني في بيان الله إلى توسيع التنسيق بين الإقليم والحكومة العراقية الاتحادية بمشاركة التحالف الدولي واعتبر بارزاني أن التساع واستمرار هجمات داعش رسالة جدية وخطيرة مضيفا أن هجمات داعش تولد خطرا حقيقيا في المنطقة وهو ما يتطلب زيادة التعاون بين البيشمرقة والجيش العراقي من أربيل ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد الحمداني أحمد أهلا بك معنا بحسب متابعتك وتقصيه هل كانت لقوات البيشمرقة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الإقليم معلومات عن وجود خلايا نائمة لداعش هناك؟ هناك سؤال مهم جدا وبالفعل لديهم معلومات لأن المنطقة أساسا منطقة تصنف بأنها منطقة فارغة أمنيا هناك شريط حدودي ما بين أقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى سواء كانت ديالا كاركوك موصل بوصولا إلى سوريا تعرف بالمادة 140 مناطق المادة 140 مناطق المختلفة عليه ما بين بغداد وأربيل كانت البيشمرقة السحابة معدها بعد أحداث 10 أكتوبر 2017 وكان أهمها كاركوك وهذه المنطقة هي منطقة خالية دفعت أربيل وبغداد إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة وتنسيق عالي عسكري ما بينهما وإنشاء ألوية وأفواج قتالية لشغل فراغ وسد فراغ تلك المناطق لكن لم تكتمل العملية حتى الآن أي عملية انتشار أفواج المشتركة والألوية القتالية المشتركة ما بين بغداد وأربيل وتلك المنطقة كانت هي التي تعرضت إلى هجوم وهي جنوب محافظة السليمانية قريميان منطقة إدارة مستقلة تصنف على أنها منطقة كردستانية خارج حدود إقليم كردستان والهجوم الذي استخدم فيه الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة وسلاح القنص وسلاح القنص ما يثير تساؤلات كثيرة بين صفوف العسكريين والمراقبين في استخدام داعش لهذا السلاح وقتل جنود من البيشبرقة الكردية بهذا السلاح القنص أي بمعنى أن هناك كان مصاب ثم قتل بسلاح قنص في هذا الهجوم أحمد ذكرت أن هناك كان تنسيق بين أجانبين البيشمرقة والجيش العراقي لإنشاء ألوية مشتركة لكن لم تكتمل حتى قبل حدوث هذا العمل الإرهابي هل تم الحديث الآن عن الإسراع بتشكيل فصيل أو لواء لدحر خلايا داعش وفلوله النائمة في الإقليم؟ وهذا ما جاء ببيان القائد العام لقوات البيشمرقة ورئيس قليم كردستان نيجيرفان بارزاني مشددا على تفعيل كل الخطوط وكل الغنوات ما بين الجهات المختصة في إقليم كردستان وبغداد وأيضا بإشراف وتنسيق مع التحالف الدولي بمعنى أن هذا ما جاء في بيانه وأيضا شدد أيضا في بيانه الذي صدر قبل قليل من مسرور بارزاني رئيس حكومة تقليم كردستان بهذا الصدد وأن داعش على ما يبدو استغل الثغرات وهجمات في تلك المنطقة وأن الذين راحوا ضحايا من البيشمرقة هم كانوا في طريقهم إلى إسناد قوات أخرى بمعنى أن الهجوم لم يقع على الخمسة الضحايا بل على الأربعة الجرحة الذين سقطوا وأن هناك قوات ساندتهم ولكن في الطريق كان هناك عبوة ناسفة لكن كانت هناك معركة كبيرة بحسب مصادر في تلك المنطقة شكرا جزيلا حتى اللحظة مراسل الحدث من أربيل أحمد الحمداني الجيش السوداني يعلن قتل عدد من عناصره في مواجهات مسلحة على الحدود مع أثيوبيا مشاهدين نتابع أيضا في نشرتنا تعقد منظمة الصحة العالمية غدا الأثنين اجتماعا جديدا لبحث مكافحة متحور أوميكرون وكانت المنظمة قد أعلنت أن سلالة جديدة من فيروس كورونا والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن ووصفت هذه السلالة بالمقلقة ويتزايد القلق حول العالم من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون مع تسجيل إصابات جديدة في مختلف دول العالم التي كان أخرها أستراليا وروسيا لأشخاص قادمين من جنوب أفريقيا وبحسب خبراء منظمة الصحة العالمية فإنه من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت اللقاحات المتوفرة قادرة على الصمود أمام المتحور الجديد وفي العام الثاني على ظهور فيروس كورونا متحور جديد يثير قلق العالم سمياء أوميكرون ويمثل وفق خبراء منظمة الصحة العالمية خطرا متزايدا مقارنة بالمتحور السابق دلتا شديد العدوى والمنتشر على نطاق عالميا واسع العلماء المتخصصون يعكفون على دراسة فاعلية اللقاحات المتوافرة في الأسواق العالمية في مواجهة المتحور الجديد الذي يمثل خطرا مرتفعا جدا على أوروبا وفق وكالة الصحة الأوروبية أعراضه التي عرفت حتى الآن شبيهة بتلك التي ترافق المتحورات الأخرى كفقدان حاسة الشم والتذوق وألم المفاصل والصدع لكن خطورة أوميكرون تكمن في عدد طفراته الهائل والتي تقدر بخمسين طفرات وهذا المتحور الجديد يتضمن طفرات لم تكتشف من قبل إلى جانب أخرى سابق أن اكتشفت وجعلت بعض الطفرات المعروفة المتغيرات الأخرى أكثر قابلية للانتقال أو أكثر قدرة على تجنب أجزاء من الاستجابة المناعية النتيجة عن التطعيم أو العدوى السابقة بالفيروس الصحة العالمية كشفت وجود أدلة أولية على أن أوميكرون قد يعرض من أصيب سابقا بالمرض للإصابة مرة ثانية مشيرة إلى أن هذا المتحور قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالات أخرى من كورونا ومستشهدة في هذا السياق بانتشاره السريع في جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين وأصوله إلى مختلف أسقاع الأرض ظهور أوميكرون يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل لللقاحات تقول منظمة الصحة مشددة على أهمية التطعيم ومعتبرة أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيتسبب بمزيد من العدوى والانتشار للفيروس بشكل عام من براك تنظم إلينا الدكتورة مونا كيال الطبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية في المستشفى الجامعي دكتورة مونا مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا حتى الآن جميع ما ذكر هو توقعات وقلق هل نحن فعلا أمام متحور جديد خطير أم سيمر كما مرت المتحورات السابقة أو ربما يعيد عقارب الزمن إلى الوراء مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك هذا المتحور يختلف عن المتحورات التي عرفناها يعني بعد المتحور دلتا ظهرت بعض المتحورات المثيرة للإهتمام ولكن كان انتشارها محدود واختفت حتى يعني ما زال المتحور دلتا هو الطاغي اليوم هذا المتحور ما يميزه هو العدد الكبير من الطفرات يعني أكثر من 50 طفرة منها 22 في البروتين الشوكي هذه الطفرات الموجودة في البروتين الشوكي الذي يدخل به الفيروس إلى الخلايا وجدت عدة طفرات نعرفها بعضها موجودة بمتحور دلتا مثلا والتي تزيد من قدرتها على الانتشار هناك أيضا طفرات موجودة بيبتا والتي لها علاقة بفعالية اللقاحات هناك كثير من الطفرات التي لا نعرف أيضا كيف تؤثر على هذا الفيروس والتي يمكن أن تقلل من شدة الأمراضية أو شدة الإصابة أو تزيد منها ولا نعرف نحن اليوم فعلا هل هو أشد خطورة من متحور دلتا أم لا ولكن حسب الانتشار الكبير في جنوب أفريقيا يبدو أن له قدرة فعلا على الانتشار طيب أيضا الحديث هو في خضم التوقعات فيما يخص دكتورة مونة اللقاحات هناك من يقول الجهات المسؤولة طبعا الطبية ومنظمة الصحة العالمية ربما تكون اللقاحات المتوفرة هي قادرة على السيطرة على هذا المتحور الجديد هل هي قادرة أم لا وماذا عن الأشخاص الذين مزجوا بين أكثر من اللقاح أخذوا أكثر من تطعيم الخبراء باليومين الماضيين صرحوا أنه من المستبعد أن تفقد اللقاحات فعاليتها يمكن أن تنخفض الفعالية كما وجدنا مع متحور دلتا ولكن يعتقد أنها ستحتفظ بفعاليتها ضد المرض الشديد ودخول المستشفيات أما عن مزج اللقاحات فقد أصبح أثبتة فعالية سواء من ناحية زيادة فعالية اللقاحات وأيضا من ناحية المرونة والقدرة على مزج أكثر من اللقاح وأعتقد أنها سيكون الأمر نفسه بالنسبة للمتحور الجديد هل تنصحون الأشخاص الذين سابقوا وأخذوا لقاح من نوع واحد على جرعتين والآن تعدوا الستة أشهر أخذ لقاح جديد لربما رفع الوقاية من الإصابة بهذا المتحور الجديد دكتورة بالنسبة لمزج اللقاحات يمكن أن يتم طبع مزج اللقاحات خاصة لمن أخذ اللقاحات مثلا من مجموعة الأدينوفايروس الناقل الفيروسي يمكن أن يأخذ جرعة داعمة من فايزر أو مودرنا والتي يفضل أن تأخذ ولكن الذي أخذها مثلا فايزر يمكن أن يأخذ جرعة ثالثة فايزر وذلك الأمر بالنسبة لمودرنا دكتورة من أخذ على سبيل المثال جرعتين من لقاح معين لنقل مثلا جرعة فايزر هل تنصحون بأخذ جرعة معززة ثالثة من ذات اللقاح أم الذهاب إلى نوع آخر من اللقاحات أيهما أفضل وأكثر نجاعة لحد الآن لا نعرف أيها أكثر نجاعة أنا مثلا أخذ الثلاث شرعات من فايزر ولكن هناك قدرة على مسجل اللقاحات مرونة في مسجل اللقاحات من أخذ جونسون أن جونسون يمكن أن يأخذ فايزر يمكن أن يأخذ مودرنا أيضا أسترزانيكا يمكن متجه مع غير من اللقاحات ولكن لا يوجد ما يؤكد أنه من الضروري متجه اللقاحات لا يوجد توصيات في هذا الموضوع بدقيقة من الوقت توصياتكم لكل الأشخاص حول العالم الذين هم قلقون الآن من هذا المتحور الجديد دكتورة كيف يمكن الوقاية منه؟ نعم أن نطمئن الناس أنه ليس بهذه الخطورة التي يشاء لا نعرف نحن كل شيء عنه ولكن ما زالت الإجراءات الوقائية هي الفعالة سواء ضد المتحور السابق أو هذا إضافة إلى اللقاحات والتي يجب أن يتم التجديد على أخذ اللقاح لمن لم يأخذ اللقاح بعد إذن شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات حدثتنا من براغ الدكتورة مونا كيال الطبيبة الاستشارية في تشخيص الأمراض الجرثومية والفيروسية في المستشفى الجامعي مشاهدين وصلنا إلى الختام دائما أشكر لكم المتابعة وأترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة